اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاد المرض هاد الإسم دياله اسميتو الكوليستريديا هي بحل شكل ديال كوكسيديا يعني على وزن كوكسيديا ولكن هاد اسميتو الكوليستريديا كوليستريديا اسموك يوقع هاد مشي انتفاخ ديال البطن وإنما هاد ليستر إلما تدواش الكرش دياله يعني كتتنفاجر وكيخرجون المصارين على برضا علش لأن السبب ديال هاد شي وهو سوء التغذية علش دبان أنا ديما كان هدر على الاشياء الناشفة يعني اش حلم واحد الفيديويات كيقول لك الله راها ممكن أنه يعني الاستعانة بالمواد الخضراء أو القصور ديال الخضار ديما هادك شي كيدير إما المرارة إما كيدير هاد النوع ديال مثل هاد الأمرار ديال كوليستريديا عقلوا على الاسم هاد أي حاجة دخلوها في الراس على حسب يعني الاحتراف وهذا هو الاحتراف أن يكون عندكم معلومات في هاد الموضوعات هادو إذا هاد كوليستريديا كوليستريديا اسمو العلاج دياله هاد هي الهادية اللي ان شاء الله غدي نقدمها النهار شوفوا هادا أذاكر شوفوا البطن دياله كيفاش دايرة من هنا ومن هنا هادا مش انتفاخ يعني مني كان قيسا كارا كرشوم وتحجير لاحظوا أنه يعني الاوساخ مدير تأوساخ هانتو ما عندون هالول وهو شوفوا الحجم ديال الراس دياله يعني هاد رعا عاد صغير يعني مش كبير بزاف نقولوا عندو تلت شهور ونص وشوف مسكين هاد المرض اللي هاد رعا حيوي بالنسبة لهاد يعني الفترة هادي يعني الفترة الظاهرة رعا كيكون حيوي يعني كيبقيه ينشطوا يتحرق في الكارجة هانتو ما شوفوا لبا اسمو رعا اسمو رعا داية رعا كيقول لك داويني هاد المرض هاد رعا مشي انتفاخ وإنما على شكل مياه كتكون جموعة متحجرة في الكرش او البطن ديال الارند هاد المرض اسميته الكوليستريديا كين اول حاجة مباشرة مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة مباشرة حيدوا العلف هانتو ما فيما كتلاح شوف هانتو ما تعطيو التنوع من العلف يعني حيدوا لي جميع انواع العلف تاني حاجة يعني هاد شي خطوات تاني حاجة وهو التبن حطولو شوي دير التبن را كلا من من التبن هنا شوية هنا شوية را بدك شوية كي دير را مشي زبيلة المياه مهم را باقي مباريش دا برا مباريش يعني العلف اي نوع من العلف يتقطع عليه لمدة 48 ساعة يومين ما تعطيوه تحاجة تاني حاجة وهو التبن تبن انتو ما راني فيت سبق دي هدرت عليه هده التبن تبن عادي ماشي نشي حاجة مغاليش ممكن انكم تحصلوا عليه غي مجانا غي وحل خنيشة بحلاكة تحطوا له شوي ديال التبن تالت حاجة وهي مربط الفارس في هذه الحلقة وراها كما قلت لكم راها هادية ان راها هاد الانتفاخ هذا را كان نضايقني بززاف كان تقريبا صفيت راها دبت شوية تفش اسمو عطيتو عطيتو وهو الحل السحري ان شاء الله وهو النعناع انتم را شوية راها نديرو له في الطاص هنا يا ولكن هاد النعناع راها عشبة عطيها لنا الله عشبة سحرية هاد النعناع العادي اللي كديرو فقاتاي هاد تغليوه وتعطيوه له وان شاء الله راكم غادي تشكروني يعني هاد الحلقة راها منفريدة راها يعني هادية لجميع المحبين ديولي النعناع تعطيوه الارنب يعني ماشي تعطيوه له مباشرة ياكلو را يدروا انا تبعوا معايا الحلقة مزيان وفهمو اسمو اشنوني كنقول الكيمية اللي هاد تعطيوها ديال النعناع وهي 50% نعناع و 50% ماء يعني الكيمية اللي هاد تعطيوها النعناع ديروها ماء وغليوها يعني بحجبة هادي نقولو فيها واحد كيمية ممكن هادي تدير معاها امسكاست ديال الماء وتغليوها معاها وهادك الشي هادك الماء ماشي نعناع الماء فقط اعطيوه الارنب وكونوا متفقنين ان هاد الحلقة دي تفقدت فيه لكم بزا في ان شاء الله لاني فرحان لانا قدرت انني يعني نجيب لكم هاد هاد النوع من المراد لانا انا عندي في الراس ديالي ولكن ما عمرو ما طرالي غلطت في هاد اليامات عطيت للارنب شوية ديال القشور ديال الخضر يعني عندي الوليدات ديالي هم ولي كي مره مره كي يعطيوهم بحالة الاشياء عطاهم قشور ديال الخضر وراه تصاب به هاد يعني مبقاش حيوي انا رحت انه مبقاش حيوي منيد لحط البطن ديالي وقيتها منتافها قلتي يمكن رها انتفاخ وهي كنتظرين اعطيه في الول كما عودتكم بيكربونات سوديوم ولكن في هاد الحالة هادي ما تصلحش بيكربونات سوديوم لانا الكرشو فيها تحجر فيها ماء ماشي فيها انتفاخ فيها هواء إلا كان فيها هواء انتفق باكم منيك تقيسولو كرشو هاكا منيك تشوفو الهواء اعطيوه بيكربونات سوديوم خيصف التهمانته هيكتبع في الفرماسيوم اما بالنسبة التحجر ديال البطن شوفو هنا يرى البطن ديالو رها متحجرة مسكين شوفو شوفو رها يعني منيك تبغين هزوها كشوف شو هنا يرى الظهر ديالو ولا عريض شوف الراس ديالو غيصير والظهر ديالو عريض يعني واحد الحالة يعني ما نقول لكمش لانا انا بنيك يكون حيوي هاديك يصحة اما منيك يكون هاكا هادي رها مرض اسميتو كوليستريديا هادي مرض كيما قلت لي سوء التغذية السوء التغذية هي اللي كتدير هذا النوع من الامراض حاولوا انكم تعطيوه الانا نبدي لكم عالف صحي ناشف ما يكونش فيه المياه ما يكونش ميت دم اه الحلقة ديالنا هي هادي النعناع غليوه وشدو الماء ديالو وعطيوه له ماشي النعناع وانما الماء ديال النعناع اعطيوه له وان شاء الله را بداتي يتفش ديال برا ما اما علشان ايام دكوه ماد الحلقة هادي را البارح را كان منفوخ بزاف را كان كان واحد الحالة يعني كان ضخم بزاف يعني كرشوت تحجرت ولكن ان شاء الله غادي غادي يبرى وتنتو ما هاد الحالة هادي عقلوا عليها الكوليستريديا هادي يعني حالة من الحالات اه يعني تل اسم هو في حقيقة را مركب جاي بحل كوليستيرول جاي من كوليستيرول وكوكسيديا يعني لخلطيهم كتعطيك كوليستريديا هاد الحالة هادي راها يعني خطيرة وما تتغذوش اليها تقولوا دبي برا لا ضروري العلاج لانه كيكون في حالة مسكين ما كيبقىش هيكل كيبقى غير مقرمس بحلاكة ممكن انه البطن ذيالو تنفاجر والمصارن كيخرجوا على برا علشان هاد الحلقة معتبرة في حلقة هادية لجميع المحبين ديالي النعناع والتيبن قطعوا لهم الماكلة تمنيا ورابعين ساعة يعني يومين أعطيه التبن فقط وغليولو الماء إلا ما بغاش يشربو ممكن أن يكون ديرو فاحل المحقانة وتكبوه له فمو يعني لابد ما يشرب من هاداك الماء ديال النعناع المغلي وإن شاء الله را غادي يكون تسير إذا حلقة منفردة حاولوا أنكم تفهموا أش نو قلت يعني ما تعطيهوش النعناع الأرنب ديالكم وتكولوا بلا راكين مشكيل إلا أعطيه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمدة يومين شاء الله غادي يجيب الله تسير إذا حلقة ديالنا هي ديرها حلقة مهمة تفكروا هاد المصطلح ديال الكوليستريديا ممكن يصادفكم يعني هو ماشي انتفاخ ديال البطن وانتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات وإنما انتفاخ بالماء وتحجر البطن إذا دوا ديالها هو أعطيته لكم إذا كينشي تعاليق مرحبا بكم أنا كان نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان أعطاب لكم عائلتي تكيو على زر جام باش تستندونه والماء لقناة تزيد القدام ما تنسوناش بزر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة